و كنا نتكلم على مسألة صيام خواص الخواص طبعاً و اللي قبليك قلنا صيام الخواص اللي هو الصوم عن المعاصي و السيئات أيه أما صوم خواص الخواص درجة يعني سامية للغاية أن يصوم قلبه عما سوى الله شوف ده مقام الشهود إذا تكلم فبالله و إذا مشى فبالله و إذا ناوى فبالله هنا بقى المعية مع الله سبحانه و تعالى فلا يرى في الكون كله بعين البصيرة إلا الله سبحانه و تعالى التلاتين يوم لا تخطر لي خاطرة دنيوية كلها في رحاب الله و لذلك حضرتك يعني أحسنت أن أنت اخترتنا صوم خواص الخواص نحن أريد أن ننبه ربات البيوت إحنا بنضيع أنفس وقت في السنة في أمور الدنيا يعني حضرتك مثلا الآن و في بداية رمضان لو أن نبتدى الشعب الحمد لله يا فق من هذا اللي هو تخزين المواد الغذائية ياريت نقل عنها و يبقى يوم رمضان يوم عادي و لا نجد أزمة لحم و لا سمك و لا دجاج و لا مش عارف أول يوم و كأن القيامة قامت الله ما تخليه يوم عادي أدي واحدة الحاجة الثانية حضرتك للأسف خلاصة رمضان بقى الثلث الأخير أنت عارفت أن سيدنا النبع السلام جزء رمضان إلى ثلاثة أجزاء أوله رحمة وسطه مغفرة و آخره عدكم من النار أوله رحمة بيروح للعزمات و المآدب إحنا ما نمنعش صلة الأرحام و مبرّة الزملاء و الأصدقاء لكن لو كان الطعام بسيطا و غير مرهق لا على البدن في البيت على الطابق اللي المرأة غالبا و لا على الجيب إنما حضرتك إحنا عندنا للأسف صورة منكرة من الإصراف و ربنا سبحانه وتعالى قال و لا تبذر تبذيرا من المبذرين كانوا إخوان الشيطين يعني مماثلين للشيطين و كان الشيطان ربه كفورا لماذا لا تكون العزمات في حدود الحاجات الضرورية يعني المثل بيقولك لقيني ولا تغديني مثلا إنما لماذا نصنع طعام يكفي ثلاثة أربعة أيام أو يلقى في القمامة أو تقول لي قدير مشكلة يعني ساعات كتير جدا من أمهتنا و زوجتنا و أخواتنا يقولوا إيه ما هل لي مش هيتكل في عزومة النهاردة هناكلوا إحنا بكرا قد تتدجر أو تتأفف النفس يعني أذكر أنا في إحدى لما كنت في إعارة لسلطنة عمان الحبيبة و رحمة الله على السلطان خووس لأن عصرته ست سنين كان حكيم العرب و هي بلد مسلمة جدا شعب العماني شعب مسالم فالمهم دخلت محل شركة مصري مثلا بالكلوات بقى سواء فكع أو خضار كان معايا زميل في الكلية من المصري فرط كان دي فالأدو بيشتري بالثمرة واحدة يعني تفاحة فأنا بأسأله كده على ما أدي أعرف على المتاصر من الإنجليزي قال أنا بأقول فرش أنتو عرب تخزينوا الأكل يوم واثنين وثلاثة أنا بأقول فرش دي يوميا هو ده اللي أمر بالإسلام صدقتي فالشاهد لماذا لا تكون العزومات أو المآدب أو الولائم خفيفة بسيطة سهلة في متناول الطاقة البشرية ومتناول الجيب هذه واحدة الشيء الثاني لماذا نضيع العرش الأخير من رمضان الناب كان بيعتكف فيه لمدارسة القرآن يبتدي البيوت تشد طوارئ لكسوة العيد والكعك والبسكويت يبقى احنا ضيعنا أوله رحمة وضيعنا الثلس الأخير وأخيره عيدكم من النار وما بين ده وما بين ده عمليه نلهس وراء المآدب وراء ياريت إن احنا نعيد طب احنا برضو عايزين نفرح مولانا أيوة بصاج الكحكو وصاج البسكويت ولم تلعيه للصبح على الفطار بتاع أول يوم العيد ماشي احنا لا نمنع بس الرصالة السلام بس بالعقل أسم لنا الوقت وأسم لنا المهام وأسم لنا المسئوليات يعني أمسنا نقول إيه إن لبدنك عليك حق وإن لزوجك عليك حق وإن لزورك يعني المعدة والحلق عليك حق وإن لربك عليك حق أنفعت كل ذي حق حقه أولو حق الله إحنا بقى ما نقولش سادح مداح لا نريد الترشيد يا سيد الكريم الترشيد وبرضه بنغتنم بنقول يا أيها الشعب الطيب المتدين منذ قبل التاريخ نريد أن يكون رمضان فرصة للألفة والمحبة وترشيد الإنفاق إنما النفس البشرية شوف بقى ما بيروح السوق يشتري قد لا يحتاجه ليه؟ لأن العرب قالت أن العينة تأكل قبل المعدة كل اللي يرعز يشتريه لا يا سيدي برضو حضرتك نحن نغتنم رمضان نريد اللحمة المجتمعية لها حق على الناس يعني من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم فقط بما أنزل على محمد لماذا نرضى حضرتك ما نعمل طبق رمضان للمتعففين ونغرس في أبنائنا أنهم يذهبون إلى بيوت المتعففين في كل حي في كل عزبة في كل ناجع في كل كفر في كل قرية وهكذا بحيث أني بفضل من الله عز وجل هؤلاء الناس يطعام الطعام يعني شوف حضرته نعمل على السلام لما سئل عن أرق السلوكيات قال اطعام الطعام بدأ به وبعدين الإفشاء السلام أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف أيضا من منبرك منبر التاسعة مساء أريد أن أقول شيئا يعني محبب إلى النفس نريد أن نحن نزداد اللحمة الوطنية يعني يمكن إخوتنا أهل الكتاب من المسيحيين تقريبا في بدءا من السلوث الأخير ينتهي صيامهم لو كن أي مستمون تليك صديق أو معرفة مسيحي متعزمه معك يريت يعزمه يفطر معك قد تبه لك أنا أقول لك على الشيء حصل لأمس والله العظيم القس ناصر من مغاغة في الحفظ المينية أتى لأمس بشوال في خمسة وعشرين كيلو فول مدمس تسلم يا بونا تسلم يا بونا شوف المحبة شوف المحبة فإحنا نريد أيضا أن نغتنم شهر رمضان أنا مرة في أحد المحلات الكبرى فأنا طبعا بشتري أميش ترشيدا على قد يعني فوجدت أحد رتب الكنسية أيضا بيشتري يا مش رمضان فابتسمنا البعض وأنا طبعا لبس العمة ولبس زي الكنون فبقول لي شوف أنا برضو بشتري العمامة بيضاء والعمامة السوداء نعم قلت له هي دي مصر هي دي مصر طبعا مولانا أنا عارف أنك أنت في الضحية كمان بتوزع على جرانك من أهلين المسحيين طبعا وده اللي عمله سيدنا عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه يا دي أنا عارف لأن أنت عندك جران مسحيين متوزع اليوم من الضحية طبعا يعني شرف لي لأن دولت دي مصر وده برضو أنا بقتدف سيدنا النبي محمد والسلام وسيدنا عمر بن عبدالعزيز يعني سيدنا عمر بن عبدالعزيز لما ذبح الأضحية فقال لخادمه ابدأ بجيراننا فالخادم تبسم قاله أول جار لنا في دمشق جار يهودي قال ادفع له فهو له حقان حق الجيرة وحق أنه من أهل الكتاب أنا أريد أيضا أن ألفت إلى خلق يجب أن أنبع عليه مع اغتنامنا يعني لما تفضلتم بالوقت فيه أرجو مروج الإشعات يتقوا الله في رمضان أرجو الأسراب المغردة خارج الوطن أن تراجع نفسها وتعود إلى حضن الوطن فخيركم خيركم لأهله لذا المهبي غرد بره ويتآمر على بلده ويطلق الإشاعات ويطلق الإدعاة أهي كل عالم كله الآن وأنا أحييك على الفق على مرة حلقة اقتصادية كانت مقنعة منك جدا صراحة العالم كله بيمر الآن بأزمة خانقة اقتصادية ليست مصر والحمد لله احنا مش مخنوقين الأسواق ممتلئة الخضار الفاكهة المواد التمونية أي مواطن يدخل أصغر محل بآله وبسعر ما أقول موجود فإحنا نريد أنا بأبو أناشد الذين يغردون خارج السرب عودوا إلى وطنكم ولا تروجوا الإشاعات فخيركم خيركم لأهله صحيح أنا بشكرك مولانا قوي 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 على الكلام الحلو ده أنا أتذكر كان عندي مدرس الله يسامحه رب وجزيه كان إخوان كان بيدرسنا دين وإحنا صغيرين في المدرسة فأفت قاتله الله والله العظيم أو سامحه يلا ربنا يهدي إنه لا إحنا في لحوم الضحية ما نديش المساحية أعوز بالله حكيت لي في مرة وقلت لي الحكاية دي وحكيت لي على سيدنا عمر لبنا عبد العبس قلت لو قالت الزمن تعدي بيّا الورا لكدت كلت بنيا الراجل ده لا 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 والله كنت نفتني وقال الله شر الجهل دس مش والتعصب نجان الله من التعصب والجهل لكن لو هذا المعلم بقى قرأ قول الله في سورة الأنبياء وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم